السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة اليوم هما سيغار بالسمك من أرواح وألد لسيغار اللي ممكن تجربوا تابعوا معي المقادر وطريقة التحضير للمقادر عندي هنا راس كاملو ديال التومة راس غي صغير درتو كاملو عندي هنا جوج مع الققبار ديال سلسطة الطماطم هدي اللي كتكون في الكارتونة إلا بقيتو ديرو معجون الطماطم ديرو غي مع القوحدة غادي نزيد عليهم جوج مع الققبار ديال زيت الزيتون وغاصير حمضة ونص أنا الحمض اللي عندي كبير إلا كانت تقوم الحمض صغير ديرو جوج حمضات وغادي نزيد صوصة الحارة الحار كيبقى على حسب الرغبة كنعرفو بالليسا ماكتي بغن ماداق الحار شوية غادي نضيف حتى السودانية تقريبا ملعقة صغيرة الملح حسب الضوك وغادي نزيد عليهم صلصة الصوجة تقريبا ملعقة كبيرة وصلصة المحار كتبقى اختيارية لبقى الدراج دراج غير هي كالضفن كهزوينه غادي نبدأ في إضافة التوابل نصف ملعقة صغيرة من الكمون ملعقة صغيرة من الخرقوم ملعقة صغيرة عمر مزيان دير الطحميره ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة مع مرش بزة دير السكنجبير وملعقة صغيرة دير البصار غادي نزيد عليهم واحد القليل من بودرة الباصل غير قليل تبقى على حسب الضوك عندي هنا ربطة دير القصبور ومعدنوس قطعتها وزيتها على الخالط وغادي نبقى تنطحنه مزيان صافح تقولي لي على هاتشكل هذا بالنسبة للسامك عندي هنا نسكيلو ديال سامك الروكا ونسكيلو ديال كلامار ونسكيلو ديال الكروفيت بالنسبة للفاتر تبقى على حسب الضوك حان ما بغتو تديرو منو ديرو وعندي الجبل الاحمر غادي ندوز ونطيب هاد العناصر اول حاجة غا ناخد واحد المقلات وندير على القليل من الزيت النباتية وندير هنا عندي الكانامار هو باش بديت تنوضع السامك ديالي في المقلات وكان هز محلقة كبيرة تلجج مع القبار ديال الخلطة اللي قد دينا تنستمر على هاد الطريقة مع السامك كامل اللي عندي والعناصر كامل هاللي عندي فهذا الاثناء انا درت الشعرية الصينية في الماء الساخن وخليتها بالنسبة للشعرية الصينية كيبقى على حسب الرغبة بوتها تكون كثيرة ولا بوتها تكون قليلة انا ما كان بغيش تكون كثيرة بزد درت منها غير قليل نبقى نطيب الكالامار على هاد الشكل إلا بدأ الحوث ديال نتيجة القليل ماء نخلي حتى هي تتمص ديك المريقة حتى يشربها عاد نحيده ها هو هنا بدأت يطلق لي الماء غات نخليه ونجهد عليها البوطة ها هي هنا بدأت تتمص هتتولي على هاد الشكل سوف نحيده سوف نحيده تكون جاهز في نفس المقلات سوف نطيب الحوث الأخر ديالي انا درت السمك الأبيض انا السمك على حسب اللي بغيته تديره مش بطرورة تديره هالشي اللي درت أنا اللي بغيته تديره وديره كنضيف عليه الخاليط وكنديره طيب نفس الطريقة سوف نطيب حتى مع الكروفيت ومع الكروفيت طرحته ومع الكروفيت ومع الكروفيت سوف يقع لها صار عندي جاهزة كل شي طاب غادي نضيف عليهم الشعرية الصينية اللي صفيتها من الماء وقع لخاليط القوام اللي بقى عندي غادي نزيد عليهم وغادي نحرك مزيان نحركتو غادي نضيف عليهم الجبل الأحمر ونخلطته وتين دامج مع العناصر كاملها هذا هو شكل الحشوة اللي حصلت عليه صارها حشوة كتجي لديدة بزاف جربوا حد شي اللي قلت لكم وغادي تعجبكم إن شاء الله ممكن تتعملوا حتى في بسطيلة كبيرة كتجي زوينة بالنسبة للورقة هنا أخذتها على أربعة غاديت القليل من الزيت النباتية وتفطع لها القليل من الصلصة الحرة كتبقى على حسب الرغبة وكان دي الحشوة نجمع الأطراف دي الورقة من الجنب الآن تشكل عندي الخالطة هنا دي الماء والدقيق اللي غاديل السق به السيجار ديالي صافي هنا كنجمع عادي الطريقة عادية وسهلة كنستمر هكذا تنكمل جميع الحشوة اللي عندي انا قدرت الفراني نسخونه من الفوق والتحت على ميتين درجة انا من نكملت السيجار كامل اللي عندي غادي نعود ندهنه بنقص الخالط اللي كنت ندهنه بهم الوسط يعني الزيت والسلصة الحرة كي سبقوا قلت لكم تبقى على حسب الرغبة تلكم ممكن ترغي الزيت بوحده ولا الزبدة انا غادي ندخلهم يطابوا هنا بني نطابوا غادي نوريكم تزيين اللي غا ندير اليوم عندي هنا الفرمج ديالساندويش وعندي هاد القطاع هادية لهاد الوردة هادية اللي كتكون صغيرة غادي نقطعوا على هاد الشكل ونبقى تنزينهم هاد هي كفكرة كإضافة لبقى تتزينهم وتتزينهم ماشي غاستيقر البرايوات اي شكل من هادية مملاحات ممكن تزينهم انتم اشوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيف اشتيجي صراحة وصفك تستحق تجريبه ها هو الشكل النهائي ديالهم نحططهم في طبقة قديم كنت مننا من وصفة اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة